السلام عليكم ازيكم يا دكاتر عاملين اي رب تكونوا بخير معاكو زماناتكو سامة ياسر علاج طبيعي شرقة ثالثة جمعة بنا زي ما متعودين في كل محاضرة عايزين نعرف كده بريف نوت عن المحاضرة وهنبقى خارجين عارفين ايه بالزبط استكمالا للموتور نيرفا سيستم فانا عايزة النهاردة اعرف او اكمل المخيخ وعايزين كمان ايه هي وظايف المخيخ ولو حصل فيه اي ليجن ايه هي الدس اوردرز بتاعته من اهم دس اوردر للسرابيلوم هي الاتاكسيا وهنعرف يعني ايه وهناخد الطايبز بتاعتها وهناخد بعض المعلومات عنها هناخد كمان البيزل جانجليا ويه ايه هي البيزل جانجليا دس اوردرز فباذن الله تبقى الليكتر سهلة وبسيطة ونبدأ بالدعاء اللهم لا سهلة الا ما جعلته سهلا فاجعل الصعبة سهلا اذا جاءت يلا نبدأ طيب عايزين نعرف مكان السرابيلوم فين بالزبط في جسمنا وكمان تكويناته او الشكله عامل ازاي تمام السرابيلوم موجود طبعا جوة الجنجومة بتاعتنا عشان يحميها من اي ترومة كمان هو موجود وراء البرين ستم تحت السرابيلوم او تحت البرين وكمان فوق سيرفايكل فرتبري نومبر وان بيبقى فولد تشيب يعني ايه فولد تشيب احنا اي صورة للسرابيلوم بتبدلنا انه هو مفروض كده ولكن لا ده بيبقى cut section هو مقفول عادي زي الكورة بالزبط كده مقفول fold shape يعني مجوف من جوه تمام طيب هو عبارة عن وطبعا من جوه بيبقى عبارة عن نواة عددهم 3 زي ما اتفقنا ان اي نيرف فايبر بيبقى عبارة عن اجزن وبيبقى عبارة عن بادي او سوما النيوكلس دي عبارة عن السوما او السوما او النيرف فايبر تمام تعالوا نقرأ الكلام ده مع بعض location of cerebellum هو located inside the skull to protect it from any trauma behind the brain stem below cerebrum above c1 of vertebral column وبيبقى folded shape تمام structure of cerebellum cortex from outside 3 nuclei from inside او السوما او النيرون هي عبارة عن new class follicular loop طبعا عشان يبقى عندي لوبس لازم يبقى فيه فاشر تكون لي اللوبس دي فانا عندي في السريبيلم two fischers عشان يقسمه لي ليه تلاتة لوب اول فاشر عندي هو primary fischer وده بيفصلي anterior loop عن posterior loop اللي هو الاسود ده تمام عندي الفشر التاني اسمه posturalateral fischer وده بيفصلي posterior loop عن الفلوكيولونوديولار loop احنا هنتعامل مع السريبيلم معاملة الفراشة بالزبط تمام الفراشة بيبقى ليها جسم وليها جناحين السريبيلم برضو ليه فيرمز في النص وليه هيمسفيرز على الجنبين طيب نيجي بقى الفيسيولوجيكال or الفانكشنال classification عندي three classifications برضو spinal cerebellum وعندي cerebral cerebellum وعندي vestibular cerebellum تمام طيب الـ spinal cerebellum ده بيبقى أنهي جزء بالزبط في cerebellum بياخد الـ وبياخد الـ medial part of hemispheres الـ medial part اللي هم حوالين الـ او اللي جنب الـ تمام طيب cerebral cerebellum بياخد lateral part of the hemisphere الجزء اللي بره من الهيمسفير طيب vestibular cerebellum بقى بياخد follicle nodular loop كله أنا عندي حاجة اسمها topographical representation يعني ايه topographical representation يعني الجسم شكله عامل ازاي في cerebellum مرسوم ازاي جوه cerebellum تمام بيقولك أن الترنك أو الأجزة البورشم عموما بتبقى موجودة في أما الليمس أو الأطراف بتبقى موجودة في medial part of the hemisphere طيب أنت عندك طبعا cerebellum بيدخله nerve fiber والnerve fiber دي سميناها efferent nerve fiber وبتبقى sensory وبيخرج منه efferent nerve fiber ودي بتبقى motor nerve fiber بتبقى راحة طبعا لل organ أو desired organ اللي هتعمل عنده ال action تمام طيب سواء efferent nerve fiber أو efferent nerve fiber بيعدوا على ثلاثة بدونكلز سميناهم superior و middle و inferior superior يعني فوق middle طبعا في النص inferior يعني تحت طيب يعني ايه اصلا بدونكلز البدونكلز دي fibers تمام بتربطلي cerebellum بال brain stem طيب انت عندك superior بدونكل بتربطلي cerebellum بال mid brain تمام middle بتربطلي bones بال cerebellum تمام طب inferior بتربطلي cerebellum بال middala oblongated نيجي الاهم جزء في المحاضرة وتقريبا 3-4 المحاضرة في الجزء ده كله ايه هي وظائف cerebellum اولا هو بينظملي التوازن بتاع الجسم وبينظملي كمان وضع الجسم تمام co-ordination of voluntary movement يعني ايه co-ordination هنعرف بالتفصيل ليه دور كبير جدا كمان في الحركات السريعة وفي تعليم الحركة واكستراموتور predictive function يبقى تاني نقرهم بعض الفانكشن of السريbellum هو regulation of الإكوليبريم regulation of البودجر ال co-ordination of voluntary movement rule in rapid ballistic movement rule in motor learning extra motor predictive function طيب هنبدأ ناخد كل وظيفة لوحدها ونبدأ نشرح برضو فيها بعض الحاجات هنبدأ ازاي بيحفظ لي على الإكوليبريم بتاع او بينظمه ازاي دلوقتي انا جيت فقط توازني كنت هقعة خلاص تمام انا عندي مستقبلات حسية على مستوى المسكولوس بيحفظ يعني يدا هتبدأ تحس ان فيه حاجة غلط في الجسم لأ انت جسمك هيفقد توازنه دلوقتي تبدأ تبعط لي sensory fibers sensory fibers او efferent fiber لل vestibulo cerebellum ايه هو vestibulo cerebellum ده زي ما اتفقنا ان vestibulo cerebellum هو physiological او functional classification of cerebellum قلنا عندي vestibulo cerebellum عندك cerebral cerebellum وعندك اخر حاجة spinal cerebellum حلو كده تمام الفيستibulo cerebellum هيبدأ يخرج لي efferent او motor nerve fiber efferent او motor nerve fiber ال efferent او motor nerve fiber دي شايلة corrective impulses يعني يعني زي النبضات تصحيحية تمام هي بتصحح لي وضع غلط هيبدأ يعدلولي في المصل تون ويبدأ الجسم يمسك نفسه تاني ويعيد توازنه تاني ويعمل لي الإكليبريم reflexes تاني function ازاي بيخليني في erect position كده ان انا واقف واقف او upright position تمام هي زيها زي الإكليبريم بالظبط برضو في حالة ان انا فقط الوضع بتاعي الصحيح اللي هو upright position عندي نفس البرو بريسيبتور اللي موجودة على مستوى المسكولوس الوقوف تمام اهم وظيفة للسريبيلم وهي co-ordination of the voluntary movement يعني ايه يعني ان انا بحط خطة تمام للحركات الاراضية اللي انا بعملها يعني مثال انا قدامي المسلا وعايز امسكه تمام السريبيلم مش هيحرك لي اللمب لا 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 هو هينظم لي حركة اللمب يعني مثلا انهي عضلة يحصل لها extension قبل التانية انهي عضلة هيحصل لها contraction قبل التانية وهكذا تمام فلذلك هو بيعملي من اهم من اهم وظيفه هي يعني ايه يعني هو انا عندي الولانتري مودمنت او الحركة الاراضية هي بتبقى عبارة عن مجموعة من العضلات بتعملي اكشن معين بسيكونس طبعا معينة او يعني بستيبس معينة يعني زي ما قلت فوق العضلة ايه اللي هيحصل لها extension قبل التانية وعضلة ايه اللي هيحصل لها flexion والايه هي اصلا العضلة هيحصل لها contraction وإيه اللي هيحصل لها relaxation شوية وهكذا تمام يبقى انا عندي الحركة الوحدة بيبقى في مجموعة مجموعة من العضلات بيحصل لها action ولكن بسيكونس معين او بترتيب يعني بالترتيب تمام ايه اللي هيجي قبل التاني او ايه مثلا العضلة اللي حصل لها contraction قبل التاني وهكذا انا عشان مثلا اعمل اي action او اي حركة لازم يبقى عندي في sensory information وطبعا في motor action اللي بيحصل تمام انا عندي السريبيرلوم عنده نفس الفكرة بالزبط هو بياخد already بياخد information من السريبيرال كورتكس تمام او الموتور ايريا سوري الموتور ايريا اللي موجودة في السريبيرال كورتكس بتعرفوا ايه هو الجول اللي انا عايزة اعمله او الهدف اللي انا عايزة اوصله تمام طيب وكمان عنده معلومة مهمة جدا عنده معلومة مهمة من البروب ريسبتور اللي اتكلمنا عليهم اللي هما بيحسوا بوضع الجسم الطبيعي او بتعرفني او الموتور ايريا عموما بتعرفني انا عايز اعمل ايه بالزبط اللي انا عايزة اوصله او الهدف المعين اللي انا عايزة اوصله تمام تاني معلومة بيعرفها من فاكرين لما قلنا ان اللي هي بتبقى موجودة على مستوى المسكرو سكليتل بيبقى منح في طبعا هي بتديني سنسوري بتديني سنسوري او الوضع اللي الجسم في دلوقتي تمام طيب بيبدأ يعمل ايه بيبدأ يقارن المعلومتين اللي وصلوله اللي اسمها intention والمعلومة intention دي بتبقى جياله من سريبرال كورتكس تمام والبرفورمانس بتبقى جياله من البرو بريسيبتور تمام بيبدأ يقارنهم ببعض هو مش بس بيعمللي الحركة صح او بي intended الموتور orders اللي وصلاله من السريبرال كورتكس هو كمان بيتابعها سواء اتعملت صح او الهدف اتحقق فعلا صح ولا في اي اخطاء او اي errors طيب في حالة بقى اي ديفياجن تمام في حالة اي ديفياجن حصل او اي غلط حصل بيبدأ يبعثلي corrective impulses للموتور area اللي موجودة في السريبرال كورتكس عشان تبدأ تعدل من الحركة الموتور area تبدأ تعدل من الحركة تمام يبقى نقراها كده مع بعض قلنا الكمباريتور الكمباريتور اللي هو حاطتها ودي بتبقى if there is any deviation from الoriginal plan اللي هو حاطتها طبعا بيبدأ يبعثلي corrective impulses للموتور area اللي موجودة في السريبرال كورتكس تاني ميكانيزم سميناه predictive and damping ميكانيزم يعني predictive and damping ميكانيزم الاول السريبيلوم بيبقى معا efferent كوبي يعني efferent كوبي زي ما قلت ان انا لازم عشان اعمل اي حركة يبقى معايا sensory information راحة للسريبرال كورتكس وطبعا فيه motor action خارج من السريبرال كورتكس الموتور action او الموتور nerve fiber efferent nerve fiber السريبيلوم بيبقى معايا كوبي من efferent nerve fiber اللي نزلة من motor area اللي موجودة في السريبرال كورتكس يعني قريدي عارف الهدف ده هيوصله بعد كم دقيقة او كم ثانية وكمان قريدي عارف برضو ال ال direction تمام بتاع ال impuls وكمان عارف ال velocity بتاعتها يعني already معاه كوبي كاملة متكملة من اللي هيحصل في او من ال intended goal يعني عارف اللي هيحصل تمام وبما اننا قلنا ان السريبيلوم معاه نسخة من ال efferent nerve fiber اللي نزلة من motor area فهو كده يبقى معاه ال velocity او سرعة ال impulse اللي ماشية بيها وكمان ال direction يعني طريقها طريقها ايه واذا طبعا معاه ال direction فكده معاه distance او المسافة اللي هتمشيها فبالتالي هيبدأ يتنبأ الوقت اللي impulse دي هتوصل فيه desire او او المرغوب فيه او اللي احنا عايزين already نوصل له و هيبدأ يحصل stop لما يوصل او ال impulse دي تبدأ توصل لي ال origin هيبدأ طبعا يحصل stop تمام طيب طبعا نرجع كده flashback كم سنة ورا كنا بنقول ان السرعة بتساوي المسافة على الوقت تمام طيب انا دلوقتي معايا already السرعة ومعايا المسافة ال velocity معايا وانا already عارفة direction يبقى برضو عارفة المسافة اللي سمناها displacement او distance فاقدر بكل سهولة اجيب ال time دي mathematical calculation كده سريبيلوم بيعملها عشان يشوف امتى هيعمل stop تمام بيبدأ يبعت طبعا لما بيوصل ل desired او intended goal بيبدأ يبعت impuls ل cerebral cortex ويقرر يقرر يقول لها لا اقفي دلوقتي خلاص احنا وصلنا لل intended goal فخلاص انا مش عايز اي action تاني اقفي ان هو بي overcome the shooting of movement وهنعرف يعني اي دلوقتي طيب نقرأها سوا predictive and damping mechanism to overcome the overshooting of movement قلنا ان السريبيلوم has different copy from descending motor order عنده معلومة بال velocity وكمان direction predicted how far the part of the body will move in a given time determine the exact time to stop send to motor cortex its decision to stop to ongoing movement at the intended position تالت حاجة في ال planning sequence of movement يعني زي ما قلت في الاول ايه هي العضلات اللي تشتغل قبل العضلات التانية طبعا بيسند خطة من الحركات للموتور area of cerebral cortex تمام عشان يأهلها للخطوات الجاية رابع حاجة planning the timing of movement يعني ايه planning the timing of movement يعني ابدأ امتى وانتهي امتى الcontraction بتاع العضلة يبدأ امتى وينتهي امتى طبعا عشان يبقى فيه smooth progression of movement تبقى الحركة ثالثة وما فيهاش اي اخطاء يبقى نقراهم سوا قلنا planning sequence of movement planning sequence of contraction of different muscles sends the plan of movement to motor area of cerebral cortex involved the preparation of the next sequential movement not outgoing one اربعة planning the timing of movement the correct time for starting and stopping contraction وطبعا يبقى فيه smooth progression of movement رابع وظيفة للسريبيلم ان هو ليه دور تمام في الحركة اللي انا لسا متعلمها جديد هو بيبدأ يستورد البروجرام اللي انا اتعلمته وفي حالة طبعا ان انا محتاجة تاني بيبدأ يبعت impulses للموتور area لما ببقى بحتاج الحركة دي يبقى رول when new movement is learned the program is stored and later be sent to motor area when needed طيب كمان لي دور فيه الربد بلاستيك مومنت يعني الحركات السريعة تمام زي الكتابة الكلام الجري and اثر طبعا اي movement سريعة عموما تمام بي established and stored in stribulum يبقى as a program for writing and typing talking running and other skilled movement is established and stored in stribulum في الفيديو ده انا بطلب منه انه هو يعملي رابد movement تمام ولكن هو هنا normal فهتلاقوا ان الحركة سالسة جدا سواء supination and purination او tabbing على اي حاجة تمام هخليه كمان يعمل الحركة اللي في الفيديو دي انه هو يمشي على كل صوابعه بسرعة تمام وبالتالي هنا الحركة smooth جدا ما فيهاش اي مشكلة لان ده normal على عكس واحدة هنا patient عندها ataxia هنعمل لها test بتاع الصوابع ده هي مش عارفة اصلا تنقل صوابعها هنطلب منها كمان تعمل rapid supination and pronation الحركة مش هتبقى smooth خالص يعني ataxia يعني in هي تعمل tabbing على رجليها مع supination وpronation برضو الحركة مش طبيعية خالص نيجي ايه 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 كزا مكان طبعا في السريبيلم فانا هنمشيها ايه مكان مكان يعني ايه هو المكان اللي حصل له disorder وهينتج عنه ايه هنبدأ بالفلوكي لنودي لل loop disorders هيحصل impairment of equilibrium يعني التوازن بتاعي مش هيبقى سليم تمام هنلاقي ان في swaying during standing عمال بيت زي ما بيقولوا بيت رنح تمام و unsteady gate بتاعته او المشية بتاعته مش طبعا مش سبتة خالص ومش normal طيب لو حصل في المل لو حصل في المل في حصل disorder او كده هيعمل لي impairment of البودجر تمام الوضع بتاعي مش هيبقى طبيعي ان انا وضع الوقوف بالذات مش هبقى قادر ان انا امانتين ال upright بودجر انا عندي جزئين في السريبيلوم واحد فسيليتاتوري لل stretch reflex وطبعا ده بيبقى كله عن طريق ال ريتيكولر فورميشن عشان ما فيش اي direct contact ما بين السريبيلوم وطبعا ال spinal cord طيب الفاسيليتاتوري ده سميناها ايه سميناها ايه سميناها نيو سريبيلوم طيب الانهيبيتوري سميناها باليو سريبيلوم تمام من ضمن بتاعة السريبيلوم عندي حاجة اسمها سريبيلر هيمسفريك ديسوردر او نيو سريبيلر سندروم زي ما قلنا ان النيو سريبيلوم هو عبار عن فاسيليتاتوري للستريتش ريفليكس فاعرف ان فيه اي ديسوردر فبالتالي هيسبب لي هايبوتونيا طيب عندي حاجة كمان اسمها اثنية تمام الموفمنت بتاعتي او الحركة بتاعتي هتبقى ويك جدا تمام وهيبقى فيه طبعا ارهاق في العضلات طب ليه بيقولك due to interruption of the activating effect of السريبيلوم انا عندي السريبيلوم قلنا النيو سريبيلوم حصل له ديسوردر او حصل فيه ليجين فبالتالي مفيش اي activating effect اصلا طالع من السريبيلوم جزت انه هو كله انهيبيتوري تمام هيحصل لي كمان اتاكسيا اللي هي انكو اردنيش او في الموفمنت يعني الحركة بتبقى مش مش سليمة وفيها اخطاء كتير زي ما قلنا في اول المحاضرة خالص انه هناخد ديسوردر من السريبيلوم بتوسع شوية وهو الاتاكسيا قلنا الاتاكسيا هيعبار عن ال يعني الحركة مش بتتعمل بسلاسة تمام فيه فيه اخطاء كتير فيها طيب فيه عندي حاجات من ضمن الاتاكسيا عندي ديسوردر يعني ايه ديسوردر هي خلل في تحديد المسافات وطبعا هوريكو فيديوهات لكل ده بتوضح بتوضح الحاجات اللي هنتكلم عنها دلوقتي يبقى الديسوردر هو عبار عن error of damping function of السريبيلوم تمام ان السريبيلوم مش قادر يستوب الحركة تمام damping function فاكرين ال السريبيلوم مش قادر يقوم بالdumping mechanism بتاعه عندي كمان kinetic tremors يعني ايه kinetic tremors هي عبار عن movement movement بتحصل عندي كمان تاني حاجة عندي kinetic tremors ايه هي التريمورز دي بتبقى overshooting at movement overshooting دي يعني ايه برضو بتبقى حركات بتبقى الى حد ما لا اراضية تمام هي performance of voluntary movement tremors طبعا بتبقى attrist ما فيش اي tremors ولكن هي بتظهر في movement بس تمام زي ما قلنا في الدسمتريا ان السريبيلوم مش قادر يقوم بوظيفته كdumping ميكانيزم اللي هو مش قادر يستوب الحركة فلذلك بيحصل حاجة اسمها rebound وبرضو هوريكو فيديوهات لكل ده يبقى failure of movement damping اللي هي in ability to stop the ongoing movement rapidly انا عندي الطبيعي ان اي complex movement بتحصل برضو smooth بشكل سالس جدا ولكن انا في حالات الاتاكسيا بيحصل decomposition of complex movement يعني ايه دي composition ان الحركة complex movement بتبقى segmented يعني متقطعة تمام طبعا due to failure to provide exact time ان هو مش قادر يحدد time اللي الحركة دي هتتعامل فيه بالزبط فاهمين قصدي يعني معنى اصح الاتاكسيا ال predictive and damn بجميك نازم بتاع سريبيلوم كله بايز تمام نقرههم تاني سوا كده ال disimetria قلنا انه error of damping function of السريبيلوم kinetic tremors performance of voluntary movement tremors واترس there is no tremors failure of movement damping inability to stop the ongoing movement rapidly بيحصل rebound decomposition of complex movement movement is divided into successive separate steps due to failure to provide exact time خمس حاجة في الاتاكسيا اللي هي disayodokinesia يعني ايه يعني هو مش قادر يعمل rapid movements فاكرين rapid palacetic movement هو مش قادر يعملها عندي حاجة كمان اسمها nystigmas يعني ايه nystigmas nystigmas هو برضو القرنية بتاعة العين فيها kinetic tremors تمام طيب في حاجة اسمها dysarthria ده بيبقى في الكلام في ال speech بيبقى slow الكلام بتاعه بيبقى قليل fragmented متقطع و intelligible يعني مش 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 كلام سليم ومش حروف سليمة تمام شايفين هنا لما حرك الليم بناحية مناخيره مفيش اي حاجة مفيش اي dysmetria او kinetic tremors ولكن الليم بصوا في kinetic tremors بص بص ال dysmetria مش قادر يحدد مكان النوز نبصوا بدي سمتريا بين او هنا او بص او او فبالتالي هلاقي بصوا الجيت بتاعته مش ثابتة. ولو وقف شوية هنلاقيه كأنه شارب الكهول تمام. يعني اسمها اصلا. طبعا لازم يبقى واقف وراه عشان هو معرض جدا انه هيقع في اي لحظة عشان ما يحصلوش اي حاجة او اي انجوري. انا عندي نوعين من الاتاكسيا عندي سنسوري اتاكسيا وعندي موتور اتاكسيا. السنسوري اتاكسيا ده بيبقى الليجن في سواء في الدورزا الكولن تمام. ده بيبقى بسبب فيتامين بي توالف ديفيشنسي او في الدورزا الروت تيبس دورزاليز او في الثالمس. تمام? اه سمناها ثالميك سندروم. الموتور اتاكسيا في عندي فيستيبيلر اتاكسيا او سريبيلر اتاكسيا. اه نيجي بقى الاخر حاجة معنا في المحاضرة وهي البيز الجانجليا. اه احنا كده خلصنا السريبيلوم ويارب اكون وصلتوه لكم بطريقة اه حلوة والفيديوهات اه تكون موضحة كل حاجة. اه نبدأ. البيز الجانجليا هي عبارة عن مجموعة من النواة موجودة في البيز بتاع البرين. وبتبقى من ناحية اه بتبقى جنب السلامس ولكن من بره. هي عبارة عن اه سري نيوكليا عندك الجلوبس بليدس والبيوتامين والكوديت. اه الكوديت والبيوتامين اه بيكونوا حاجة اسمها كوربس استرييتم تمام? والجلوبس بليدس والبيوتامين بيكونوا حاجة اسمها الانتي فورم نيوكليس. اه عندي اه 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 نيوكليس او اه اه استركتور بتبقى رليليت طول بيز الجانجليا. عندي حاجة اسمها ثب ثالمك نيوكليس والسبستينشيا نيجرا. نيجرا دي يعني لون اه اسود تمام. اه الفونكشنز اه الفيز الجانجليا هي بتبدأ وبتبتنظم الجروس موفمينت او الجروس انتنشنال موفمينت تمام اللي هي بتحصل في اللاوعي بمعنى يعني مثلا لما واحد يقولك ايه ده بص مش عارف العصفورة مثلا وراك يقوم باصس دي دي جروس انتنشنال موفمينت وحصلت في اللاوعي انت ببص من غير ما تفكر اصلا تمام يبقى هي اينشيشن اند ريجيوليشن اوف الجروس انتنشنال موفمينت ذات برفورمت ساب كونشيسلي تمام تمام تالت حاجة هي ببلان الفولانتري موتور اكشن تمام بتحول لك افكارك لموتور بروجرام بمعنى انا مثلا دلوقتي انا بفكر ان انا نمسك القلم ده فبقوم مسكه بدون تفكير انا مسكته خلاص يعني انا الثوتس بتاعتي تفكيري اتبرمج او بمعنى اصحي تحول لموتور اكشن تمام يبقى ترانسفورميشن اوف سوتس انتو ابروبريات موتور بروجرام انكلودنج التايمينج والسكيلينج اوف الموفمينت كمان هاو فور the movement will be and هاو رابدلي اه ليها دور كمان فانها بتستور الليرند موفمينت يعني انا دلوقتي اتعلمت مثلا ان انا امسك القلم فبالتالي الحركة دي او البروجرام ده اتخزن في البيوتامين تمام اه طبعا انا في حالة ان انا عايزة امسك القلم مرة كمان فخلاص انا كده اتعلمت الحركة اه فبتبدأ تبعد طبعا اشارات للسريبرال موتور ايريا لما بنحتاج الحركة اللي متخزنة في البيوتامين اه خامس حاجة ان هي بتبدأ وبتنظم كمان الوتوماتيك موفمينت طيب ايه هي الوتوماتيك موفمينت الوتوماتيك موفمينت دي اللي بتحصل ان انتنشنالي بمعنى يعني انا مثلا وانا ماشية بلاقيني ان انتنشنالي بحرك درعاتي تمام اه وانا مثلا متضايقة بلاقي الفيشل اكسبريشن بتاعتين ان انا متضايقة او باين ان انا زعلانة اه كمان في الكلام لو انا متنرفزة اوي هتلاقي برضو كلامك اه باين اوي ان انت متنرفز فهي دي الوتوماتيك موفمينت يبقى انيشيشن اند رجوليشن اف الوتوماتيك موفمينت اوتوماتيك موفمينت are those performed unintentionally as swinging of arms while walking القودجرز الاماءات بتاعتي فيشيال اكسبريشن تمام كمان بتريجوليت المصل تون طيب انا عندي الكوديت نيوكلس هي عبارة عن اكزايتاتوري تمام الكوديت نيوكلس اكزايتاتوري طب اللينتيفورم نيوكلس هي انهيباتوري فبالتالي انا عندي بمعنى اصح البيضة الجانجليا بتعمل ايه في الاخر بتعمل هاي بوتونيا طبعان اللينتيفورم تكسب هي انهيباتوري افكتな الموتور سنترز ندخل في اخر حاجة معنا في المحاضرة لنهاردة هي البيزة الجانجليا ديزيزيزز عندي حاجة اسمها كوريا الكوريا دي بيبقى بسبب الديجنرايشن اف الكوديت نيوكلس بسبب اه? بسبب الديجنرايشن اف الكوديت نيوكلس وانا عارفة ان الكوديت نيوكلس هي عبارة عن ايه? عبارة عن اكزايتاتوري أو facilitatory تمام فبالتالي لما بيحصل لها دي جنريشا اللي بيحصل بيحصل هايبوتونيا هو بيبقى عبارة عن رابد بوربوسلس تمام او دانسينج موفمينت ديرينج الرست طيب عندي تاني حاجة اسمها الاثيتوزيس الاثيتوزيس هي زي ما انا عارف ان اللنتي فورمي نيوكلس يعبار عن انهيبيتوري انهيبيتوري نيوكلس فبالتالي انا عم حصل لها دي جنريشا فهايحصل هايبوتونيا الانفولانتري كنتينيواز سلو سبازموديك رايتينج او سنيك لايك تالت حاجة او تالت دي زيز حاجة اسمها هيمي باليسمس يعني ايه يعني ايه هيمي باليسمس هو عبار عن برضو انفولانتري ولكن صادن سترونج سبازموديك موفمينت طبعا بيانكلود اللج او ممكن كمان لمب كامل سواء ابر او لور ممكن ارم ممكن بادي طيب الهيمي باليسمس بسبب ايه؟ بسبب الديجنراسي of السبثالمي نيوكلس فكريين الستركتور اللي هي رلاتي to البازل القانجلي كان منها السبثالمي نيوكلس فبيحصل لها ديجنراسي صادر افكتن one half of the body it usually results from cerebrovascular accidents involving subthalamic nucleus it is characterized by sudden flailing intense and violent moments اخر حاجة في الديزيز البركنسون ديزيز او البراليس ايجتن تمام باركنسون ديزيز اللي هو شلل الرعاش وده بيبقى بسبب ديجنراسي لحاجة اسمها دوبام منيرجيك نيرون موجودة في السبستنشيا نيجرا فاكريني السبستنشيا نيجرا برضو من ضمن اللي اللي هي related طيب الديجنراسي ده بيحصل بسبب ايه بسبب الاسيروس كليروز والترانكلايزر اللي هم بيحصل بيعملوا بلوك للدوبامين ريسبتور طيب بيتميز بايه او بيبقى عبار عن ايه بيبقى عبار برضو عن وطبعا هايبر تونيا والاكينيزيا اشتركوا في القناة طبعا بعد معرفنا الديزيزز بنقدر نقول ان نقول بايزل جانجليا ديزيزز كاركتورايز باي امولانتري موفمينت ديرين الرست طبعا بيحصل لها انهيباشن ديرين السليب والفولانتري موفمينت طب بتزيد امتد باي الاموشنز ان السترس كلهم بيحصل هايبرتونية اكسب الكوريا الكوريا بيحصل هايبوتونية لانه قلنا ان الكوريا بيحصل بسبب وقلنا ان الكوديت نيوكلس عبارة عن ايه عبارة عن تمام وبيبقى في يعني لو حصل في في اللي بيتأثر وبكده نكون خلصنا محاضرتنا النهاردة ويارب اكون قدرت ان انا اوصل لكم المعلومة بشكل سهل وبسيط وبالتوفيق دايما يارب